اعزك تعرف عن جابر ده صديقي حاجة المسلسلة ده ما علاجه لحد دلوقتي ولكن اقولها فيما بعد ان جابر ده بينتحل شخصيات كتير او بيزور ورق كتير لشخصيات وعمية بحيث ان الناس ما تبقاش عارف وشخصياته الحقيقة هو ايه ايه رايك السلسلة ده عقبكي فبتقوله ان النهار ده اسعد يوم في حياتها وفجع بيقتل مشهد صادم جدا حرام عليك يا جدعة اتبت الحتة الطريق في المسلسلة بعد ما بيقتلع بياخد السكينة وبيحطها في شنطته وبيطلع سكينة تانية وبيغرق بيها دم نجلة وبيرميها بعيد وبيقض تليفونها وبعدها بيفتح اللاب وبنشوفوا انه كان باعت رسالة لجوزها مضمونها ان نجلة عرف تحور البنت بتاعت الصور اللي بيقرها معها وانه لازم يجي لها البيت حالا وبيباعت رسالة من تليفونها الحق وبيقول فيها البنت بتاعت الصور انت باقلتي ليه لنجلة يشتر ببيتك ما تكلمنش لحد دم مكلمك بعدها بيمشي وكده يا صديقي البوليس لما ييجي مش هيصدق الحق لما يقول لهم انه وقتلتش نجلة وده فعلا الله حصل ولما لقوا السكينة مطلطخة بالدم فرح الحاجة جدا وقال الحمد لله ده دليل براتي ولكن يا صديقنا وانت عارفين ان البصمات اللي على السكينة دي هم بصمات الحق لما كان بيقطع فجهة عند جابر في البيت اح يا ابن الله زينة يروح المعالم بتاعنا البيت اللي حابس فيه زينة اللي كانت بتتمكيش وبتتروأ وكانت اخر الاجهة الصراحة هو كان بيحضر لها الاكل وبيدي لها السلساء اللي كان مديها لنجلة وبتفرح بها جدا وبيعود يأكل ولكنها بترضيش تاكل وبتقول لها نحصى نبطنا واجعتنا وبتسأله هيا اعمل ايه مع سلمة فبيقول لها انه هو زيب منها وعاوز اطلقها ولو انتو مش فاكرين سلمة سلمة دي اختزينة فبتقول له طب انت هتقتلها فبيقول لها لو انت عاوزاني قتلها ممكن قتلها وبيبقى انها مش فايلة معاها تموت ولا لا معاها اخطاعة يعني بيستعيد جابر الزكريات الجميلة وبيقول لها عارفة ايه اكتر مرة حسيت فيها انك بتحبيني بجد بتفرح كده وبتقول له ايه فبيحكاها مواقف اللي حصل بينهم في 2014 تحديدا في شهر المارس لما كلمته عشان انه انتك كمد اياها وجيه عشان يسعدها وكان عايزو يتبسانق معاها ولكنها منعتو ايه دا ايه دا استنى شو كبر 50% 100% 200% وضح الصورة التلفون دا ايه 51 انتك سنة 2020 احنا مفروف سنة 2014 هنا هيبقى الزك دا عن غلط دا مش مشكلة مش مشكلة انا متأكل من يوم في المية انا 90% او 98% من الناس بتفرج محدش خبلهم مضوع دا لاني انا اه يعني ها فهمني الناس بتحب تطلع حاجات غريبة من تحت الارض كده عشان يفسدوا اي حاجة مصرية بتطلع هو فيه ناس شغلتها كده يعني المهم تركب زينة مع موحي العربية وطبعا لو انتوا براكتزين فانتوا عارفين ان هو مفايمة ان اسمه موحي من زمان خالصة وهي فاكرة ان اسمه موحي اشوف كم سنة وهي فاكرة ان اسمه موحي بيقول لها ايه راك نتجوز ولا لأنتجلك وخلصك من الارض ده كله فبتقول له انا ما بحبكش انا من سعد ما شفتك مع سلمة اختي وانا شافاكم جرد اخ وصديق وصاحب وزميلي مش اكتر انا بحب زياد اللي عيبقى خطيب ان شاء الله رايب فبيقول لها لأ انت بتحبيني انا فبتنكر ده بتتعصى وبتقول له انت عبيت ولا هيا لا فبيقول لها انت ليه ده من بتريني عليها في الموقف اللي زيدي وبتخلينا لسعدك لما ترينيش على زياد فبتسيبه وبتمشي بيلعب على يا جابر عند عيلة زينا وهو بيتقدم لسلمة اختها ولما زينا تيجي البيت بتتصدم لما ابوها بيقول لها سلمة يا زينا على خطيب اختك موحي جاية تقدم لأختك واحنا وفينا بتتصدم اللي بيحصل بتكون هتتجن بنرجع الوقت الحالي وبيقول لها يا جابر انها كانت متعصبة وهديدته انها تقول لسلمة على كل حاجة ولكنه قال لها انه بيحب سلمة بس قلبه متعلق بيها هي فبتقول لها اتخنقت وعاوز اخرج من بلكونة عشان اشم شوية هوا وبيعترف لها يا جابر وحبه وانه مش هيقدر يعيش من غيرها وبيضحك بضحكة السمجة بتاعته شايفين دحكة جدعاني دحكة دي وراها حدد كتير فجاب يلاقي زينا حبها اتنطب من بلكونة فبيلحقها يا جابر بيقول لها بعد كل اللي عملته عشانك عاوزت موط نفسك تتجننتي فبتقول لها موط نفسي يا عبيد انا كنت باختبرك عشان اشوفك بتحبيني بجد ولا اي كلام وان صديقه الصراحة انا مش عارب فهي فعلا بتحبه وعايز تعيش معايا ولا عاوز تغرب او ديتل نفسها السنبان والدامة دلوقتي انه متعلق بيها جدا بغرف بعدها يا جابر وهو قاعد مع خطبته وحاماته ايوة يا صديق انا بتصدم زيك بالزبط المؤمن انه مفهيمها ان اسمه حسن فخطبته بتقوله انها مضايقة جدا بسبب ان ابوها نزل من السفر قريب وبنعرف من كلامها مع امها انها مضايقة بسبب انهم ما يعرفوش حاجة عن حسن وما يعرفوش غير انه هو شنغال اوبر وكان بيوصل امها ويتعرف عليها وطلب ايد نور بنتها فبتطمنها امها وبتقول لها ان ابوها هيتفهم الوالدها وهيوافق عليه من رابع ده للزبط اللي بيحقق مع والدة حيلا اللي اختفت مع زينا ولي بتقولي انها مش عارفة توصل لبنتها وطلبونها دايما مقفول وانه اخر كلام كما بينهم ان ابنتها تسافر هي وزينا الجونة عشان يصوروا اعلان فالزب بيستغرق وبيقول لها ان سلمة اخت زينا قررت له انها تسافر دبي مع هالة عشان يصوروا فبتقوله ان هالة عمرها ما كتبت عليها وانها اكيد كترحة الجونة بالنوع بعدها لام جابر واللي بتجي لها اخت جزها واللي بتقول لها انها عاوزة حقها في بيت اخوها ولكن اما جابر بتقول لها انها منهاش حاجة هنا وان البيت دا جابر هو اللي عام من الفلوسه وبيصرف عليها وبتقول لها كفايا ان جابر بيصرف عليك انت كمان وموديك ضرب مسنين فبتزع عليها وابتضرب بالقلم وبتمشي فبترن على جابر اللي بيجي لها وبيكون هادي تماما فبتستغرب اما وبتقول له انت هادي كده ليه انا اقولت لك هي ضربتني بالقلم انت ازاي بارك كده فبيقول لها ان عمته قلبها بيض وغلبانة فبتزعقله وبتقول له انت لازم تجيب لي حقي فبيقول لها بكل ودو كده عناية حاضر حقيك هجيلك لحد عندك بتيجي فادي اشغالة وبتوزع عليهم حاجة ساقع ببس بسبب انها كسبت قضية الورز واخدت 45000 جنيه وانها عاوزت شغالهم مع جابر لانه معروف انه بيشغل فلوس الناس وكده فبيقول لها ان دول هيعمل لها 2000 جنيه بس فبتفرح جدا بعدها بيحط جابر المرهم لقوم مع رجليه وبالنحز النوم مؤسية معه جدا ونظراته ليها مش مطمنة للصراحة هربا ما قيتلها بعدها بيشوفه مع خاطبته نور وحماته وكانت نور مضيئها بسبب انه ابنها بيضيحك عليها في الشقاء اللي بتأجرها للناس وبتقوم نور وبتدي جابر التبرعاتي ودها للمستشفى فبيقول لها ما تقوم انت مش ممكن انصب عليك فبيقول له ما تقلعش لو انت نصب انا هقفشك انا مش عبيطة زي يومي فبيقول لها يا بنتي اللازينة بيورها بعدها جئتوا عند مراته سلمة اللي بيباني ان علاقتهم بقت خربانة خالص ولما بتعرفوا على موضوع التحيات اللي شغالها في موضوع زينا بيتوتر وبتوتر اكتر لما بتقوله ان الزابة تسأل عليه وهي قدت له انه مسافر لانه شغال في الاستراض واهم يرجع بلغه بعدها بيقول لها انها وحشته جدا ودها فلوس التبرعات اللي مرد تهاله وقال لها ان ده جزء من الفلوس الكتير اللي علي عشان ما تقوليش انه بقى الشاطر وباخد منك فلوس دايما فبتقوله بقى لعوحشاني بقى لازفت والدور ده مش لها عليك يا صاحبي وابداخد الفلوس وبتقوله انها جا بتأخيرها منه خالص انا خايف عليك والله منه يا ستي بيورها بعدها جابر ابو الجمامير للزابط اللي بيسأله عن زينا فبيقوله ان علاقته بيها سطحية مش اكتر وهالا صاحبتها ما يعرفش عنها حاجة فبيعتزله الزابط وبشكره وبعدها بيروح جابر لعمته در المسنين وبيراضي عمته وبيجيب لها البس بوسا اللي بتحبها وبيقولها انها ياخدها معا البيت فبتفرحها وبتصدقش اللي بيقوله فبيقولها تب انت عايزان احلفلك يعني دي اخر ليلة لك في الضر فبيطل لها انا مصدقك لها عمته انا عزبتلك وبيقنوها قبل ما اخدها لحد ما ماتت وبعد العزرة ما بيخلص امه بتقوله تفتكر هي ماتت عشان دعيت عليها مثلا فبيقول لها الله غالم بالحاجات دي ام مانش دعب الحاجات دي ام سيبها لله يا ابن اللازينة بتيكي فادية وبتدليه فلوس اللي هشغالها بعدها بيروح للمصنع العم صدي وبيوريه وراءة مبيعة بتاعت المصنع وانه هو اللي بقى مسؤولة على المصنع واكيد هو مزورة وراءة دي المهم بيأكد عليه انه بقعدش يزور الحاجة في السجن عشان هو اللي طلب من ده وبيروح للمانات اللي شغالين في المصنع وبيقول لهم ان الدنيا اتغيرت ومن دلوقتي اي وحدة هتشتغل ديها زيادة هتاخد عليها فلوس مفيش مروح في نص ليل بعد كده وكلها يمشي بادري ومرتبات هتزيد والدنيا هتبقى حلاوة وبنلاحظ ان الكاميرا مركزة مع بنتك ما اعرفش يمين ولكن الكاميرا طول الوقت كعت معاها اما كان جابر بيتكلم هل دي وحدة تالتة او رابعة جابر من جاوزة انا اعرف بعدين بيجي رسالة جابر بعدها كله ومكتوب فيها انا اعرف عنك كل حاجة فبيتصدم جابر من الرسالة دي لان صعب طبعا 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 ان حد يكشفه بالسودة دي انتو شايفينه وبيعملها عشان يدري على كل جرائم جوا عشان كده استنوني الفيديو الجاي في الحلقتين التانين لان كل خميس بينزل حلقتين والمسلسة ده سيت حلقات يعني كده قصنا اربعة حلقات فان شاء الله ان شاء الله اوما الحلقتين تانين ينزلوا هنلخصهم عندي تعليقات كتيرة على المسلسة اللي عايزة قولها بس خلينا المسلسة اللي اخلص احبا كلنا انا عايزه شكو في فيديو الجاي يلا سلام